اعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بمواصلة استيراد الوقود من ايران جددته الولايات المتحدة وفق اخر تصريحات لوزارة الخارجية الامريكية لكن الاعفاء هذه المرة سيكون اعفاء اقصر بكثير حيث ابلغت واشنطن العراق بقرارها منحه اعفاء من العقوبات لستين يوما بدلا من الاعفاء لمائة وعشرين يوما الصادر خلال الصيف ويعد هذا الاعفاء اكثر صرامة كما عده مسؤولون عراقيون مستغربا كونه جاء بعد شهر واحد فقط من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن في حين يرى مراقبون انها نتيجة مثلى تشير الى يأس الولايات المتحدة من عجز بغداد عن السيطرة على الميليشيات التي تستهدف الوجود الامريكية في العراق خلال الهجمات الاخيرة وقد قدمت الولايات المتحدة مطالب مباشرة للحكومة العراقية لتضييق الخناق على تلك الميليشيات بالاضافة الى اتفاقيات لتعزيز استثمارات امريكية في قطاع الطاقة العراقي بقيمة ثمانية مليارات دولار في استكشاف وتطوير انتاج النفط في جنوب العراق ويعتمد العراق على ايران فيما يقرب من ثلاثين في المئة من احتياجاته من الكهرباء الامر الذي تطالب واشنطن بغداد بتقديم دليل على عزمها على الاستغناء عن الطاقة الايرانية كشرط اساسي للتأهيل للحصول على اعفاءات متتالية اشتركوا في القناة